اقول لك حاجة اقول لك حاجة مهمة جدا مش كلكم مسكتوا في تصريحات قناحي وازاي يقول كده على منتخب مصر طيب انتوا سيبتوا ليه تصريحات وليد الركراجي المدير الفني المنتخب المغرب لما سألوه انت مرشح لكاسو نوم رفكي قال لهم لأ المرشح منتخب مصر ومنتخب الجزائر حيث يعني في واحد بيقول تصريحات بالشكل ده في واحد بيقول تصريحات بالشكل ده بس احيانا على فكرة احنا كلنا كلنا شعوب عربية مش احنا كمصرين او حتى المغربة احيانا بيبقى عندنا حتة مبالغة كده اللي هو ايه ده انت بتقول عليا كده طب تعالى بقى ده انت ده انت ده انت ده ليه عم الموضوع ابسط من كده بكتير سهل وليه حقال كلمة قصطان محمد قال كلمة وفي اطار الكورة في اطار الكورة في دار الرياضة التعدي اعتبرها هزار اعتبرها كيد اعتبرها بنسخم بعض اعتبرها زي ما انت عايز بس الموضوع بسيط بسطه يعني وبيحصل في اوروبا كل يوم وانت نفسك بتنقل تصرحات زي لا تاني برامو فيتش بتنقل تصرحات كريستان ورونالدو بتنقل تصرحات مولينيو بتنقل تصرحات بيب جورديولا بتنقل تصرحات الناس دي كلها وعادي جدا طيب